مساء الخير كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة رمضان في الفيديو ده هنتكلم على مراجعة على 106 احنا مديول 106 هتشرح كله في فيديوهات الفيديو ده هنحاول ان احنا نجمع فيه الحاجات اللي بتيجي في الاسئل اول حاجة تعال نتعرف كده على مديول 106 ونقول هو مديول 106 ده كان عبارة عن ايه كان عبارة عن البرازايت اللي بتصيب البلاد اند تيشوز والبلاد اند تيشو برازايت سدول كانوا بالعدد سبعة كانوا سبعة دروس اول واحدة فيهم كانت بتيجي عن طريق قرصة نموسة كان اسمها وشريريا بنكرافتي والوشريريا بنكرافتي دي نفتكر انها كانت ايه كانت دودة والدودة دي كانت بتاعش فين في الليمفاتيكس بتسد الليمفاتيكس فاللمفة يبتدي يرشح تحت الجلد فيعمل للعيان حاجة اسمها إليفانتيزز او دائل فيل يبقى اول درس عندنا هو بتاع الدودة اللي اسمها وشريريا بنكرافتي المصرية بتاعتنا حبيبتنا اللي بتعمل للعيان دائل فيل بسبب إنها قاعدة فين في الليمفاتيكس بتصدها الدودة دي أحد عائلة التيشو نيماتودا وإحنا نفتكر إن التيشو نيماتودا دول كان اسمهم فيلاريا فإن الدزيز هسميه بانكرافتيان فيلاريزز يبقى كلمة بانكرافتيان فيلاريزز جاية من اسم إيه؟ من اسم الدودة دي كانت بتنقلهالي النموسة المصرية اللي اسمها كيوليكس بيبينز والنموس زي ما نفتكر إن كان مين اللي بيقرص فيه هي بس الفيميل يبقى الفيميل كيوليكس بيبيانز هي الفكتور بتاعي كان بيقرص العيال ويحط جوا دمه دودا صغيرة طفلة لسه ظنونة اسمها انفكتف فيلاري فورم لارفا تخش جوا دم العيال وتبتدي تتمشى لحد ما توصل لبيتها اللي هو فين في الليمفاتيكس هتقعد في الليمفاتيكس تكبر وتديني أدل تميل وفيميل أدل تميل وفيميل دول هيتجوزوا ويخلفوا عيال صغيرين فيلاريا صغيرين اسمهم مايكرو فيلاريا هذي المايكرو فيلاريا كانت بتفضل قاعدة مع بابا وماما في الليمفاتيكس قاعدة عادي خالص لغاية مايجي بالليل اول مايجي بالليل الساعة 10 بالليل من 10 الى 2 الصبح تبتدي تسرح في الدم وتتمشى في الدم هذه الظاهرة الكونية كانوا بيسموها نكتورنال بيريوديسيتي يعني ايه نكتورنال بيريوديسيتي؟ نكتورنال جاية من بالليل بالليل يعني ان هي ما بتظهرش في الدم إلا بالليل طيب هذيه اللايف سايكل أهم كلمة فيها في اللايف سايكل عامة هي الفيكتور والإنفكتف ستيج اللي هو المودف إنفكشن عامة ده موضع إمسكيوهات كتير قوي أنا عندي هنا الفيكتور هي الفيميل كيوليكس بيبيانس موسكيتو وعندي الإنفكتف ستيج هي الإنفكتف فيلاري فورملا طيب ننجي بقى للمايكرو فيلاريا اللي بتدت تسرح في الدم بالليل دي اللي عملت حاجة اسمها نوكتورنال بيريوديسيتي ونقول أول سؤال بييجي جيف ريزون قالك بقى شوية نظريات ليه المايكرو فيلاريا بتسرح في الدم بالليل؟ أول ما يقول السؤال ده هحط له أربع أسباب أول سبب إن المايكرو فيلاريا دي بتحب تسرح بالليل علشان النموسة بتحب تقرس بالليل ففيه ما بينهم شوية كاميا كده وادابتاشن يبقى أول كلمة بسبب الادابتاشن ما بين المسكيتو وما بين المايكرو فيلاريا ثاني كلمة قالك إن فيه حاجة اسمها بوزيتف كيمو تاكسز يعني إيه بوزيتف كيمو تاكسز النموسة لما بتقرس العيان ممكن الصلايفة بتاعتها يبقى فيها زي ريحة حلوة كده الريحة دي بتشد المايكرو فيلاريا تخليها تمشي من البيت بتعلم فاتكس وتبتدي تطلع في الدم علشان تقابل مين؟ تقابل النموسة السبب الثالث قالك إن بالليل لما العيان بينام الرسبيراتوري ريت بيقل فالأكسجن اللي موجود في البلد بيقل والسي اوتو اللي موجود في البلد بيزيت ودي حاجة بتشجع المايكرو فيلاريا إن هي تخرج في البلد وآخر سبب كان واحد اسمه خليل حط ثيوري وقالك إن طول ما العيان قاعد كده طول اليوم يعني واقف أو قاعد فالمايكرو فيلاريا دي بتبقى قاعدة متركزة تحت في المفاتكس بتاعت الرجلين اللي هو اللي هي قاعدة فيها لكن لما بيجي بالليل والعيان ده بيروح ينام بيتقلب فلما بيتقلب المايكرو فيلاريا تتقلب معاه وتطلع برا إيه في البلد بدأ أول سؤال ممكن يتسئل جيف ريزون تعلل نكتورنال ب license طيب تاني سؤال بيتسئل تاني سؤال بيتسئل هيقول لك علل إليفانتييزز إليفانتيزز في البنكروفتيام فيلاريزز السؤال ده عايز ميني إيه ؟ السؤال ده عايزني أرسله الباثوجينييسز ب الكرينيكالبيكتور يعني أقوله باختصار كده HE اللييلة دي فيها ايه طيب باختصار كده أليلة فيها ايه؟ أنا هاوصف له هقوله يا باشا الشخص ده narratives في حتة اندمك فكان بيجيله كل شوية دودة في الليمفاتيكس بتاعته في الليمف فيسلز واللمف جلانز فعنده ريكارانت اتاكس افلينفانجويتس اندليمفادينايتس هذا الانفلاميشن نتج عنه فيبروزز بالاضافة الى وجود الدودة نفسها قعدة جوه الليمف فيسلز هذا بقى ايه الحاجات دي نتج عنها تلات حاجات اول حاجة نتج عنها اوبستراكشن الدودة اللي قعدة مع الفايبروزز سدت الليمف فيسل تاني حاجة الانفلاميشن اللي حصل في الليمف فيسل خلى الليمف فيسل ده ضعيف وابتدى يبقى فيه حاجة اسمها بيرشح الميا لجواه تالت حاجة حصلت انه ممكن الليمف فيسل اللي اتجمعت جواه الليمف ده الليمف فليود تفرقع وتطلع الليمف تحت بقى ترشحه ايه في الخلايا تفرقع وترشحه تحت الجلد طيب اول حاجة ده فانا عملت اوبستراكشن يبقى انا عملت اوبستراكشن او سديت الليمف فيسل فاللمف هيتجمع ديستل للأوبستركشن فديستل للأوبستركشن هيبقى عندي حاجة اسمها ديستنشن الليمف فيسل هيوسع ويحصل فيه كمان دوالي يبقى متعرق كده علشان يشيل كمية أكبر من الليمف اللي بيتجمع تاني حاجة حصلت فأنا حبتدي أرشح الفلود تحت الجلد فالعين هيبقى عنده إديمة خلاص رجليها تورم يبقى عنده بيرزيستنت لمفاتيك إديمة طيب بيرزيستنت لمفاتيك إديمة دي مجرد أن أنا رشحت فلود لكن لو حصل رابتشر وابتديت أرشح الليمف نفسه الليمف ده اللي بيشيل الويست برودكس بتاعة الخلايا اللي مليانة ببروتين كونتنته ومش بتدوب في المية وابتدي أرشح بقى الليمف ده تحت الجلد هيحصل إيه؟ هيحصل انفلميشن بروليفريشن أو كونيكتف تيشو هينتهي بفايبروزز فهيبقى الجلد بتاعي دنس مشقق في إديمة وتبتدي تدخل البكتيريا كمان والفنجاي يحصل secondary infection ينتج عنه إيه؟ الإليفانتيز طب الإليفانتيزز ده بيصيب إيه أكتر أماكن في الجسم بيصيب الأماكن اللي بيروح لها دم أكتر بسبب الجرافتي زي الرجل اللي هي بنسميهم dependent part يعني زي الرجلين زي الإيدين زي السكروتم والفالفا يعني الجينتال أرياز وزي البريست يبقى أنا لو جاب لي السؤال ده إليفانتيزز في البنكروفتي يعني في الاريزز ننجي للدياجنوزز أنا عشان أشخص حالة وشيريريا بنكروفتي تفقنا الأول حاجة أن أنا باخد عينة من دم العيان بلاقي فيها مين اللي بيسرحوا في الدم من الساعة 10 للساعة 2 بالليل المايكروفيلاري طب لو خدت عينة من الليمفنوت خدت بايوبسي يعني بايوبسي يعني باخدتشو خدت عينة من الليمفنوت هلاقي فيها الأضلت ميل وفي ميل قاعدين تاني كلمة الوحيدة عندك في الموديول ده اللي حتلاقي معاها إيزينوفيليا في السي بي سي هي مين؟ هي الوشيريريا بنكروفتي لأن اتفقنا لأن إيزينوفيليا دي خاصية مميزة جدا للهلمنتز لأن الإيزينوفيل هي الخلية بتاعة البناعة اللي مسؤولة عن أنها تحارب مين بالزات؟ تحارب الهلمنتز بالزات عشان الهلمنتز دودة كبيرة فيش أي خلية بتعرف تتعامل معاها إلا الإيزينوفيل إنها بتيجي ترش عليها حاجات تخلي جلدها يتحلل وتموت يبقى الوحيدة في الموديول ده اللي أنا هلاقي معاها هاي إيزينوفيليا هي مين؟ هي الوشيريريا بنكروفتي طيب بما إن بقى المايكروفيلاريا دي بتظهر في الدم بالليل بس من الساعة 10 للساعة 2 بالليل ودي حاجة صعبة فأنا ممكن في حالة الوشيريريا ألجأ إلى الين دايريكت دياجنوزيز أو السيرولوجي إن أنا أدور في دم العيان ده يئمة على الأنتجنز يئمة على الأنتي بادي اللي ضد الوشيريريا بنكروفتي هيجيلي هنا سؤال جيف ريزون إن في الوشيريريا بنكروفتي أدور على الأنتجن أحسن من إن أنا أدور على الأنتي بادي إن the detection of antigen is of higher diagnostic value ده بسبب حاجتين أول حاجة إن الانتي بادي اللي بتطلع ضد الوشيريريا بنكروفتي بتتشابه مع الانتي بادي اللي بتطلع ضد ديدان تانية كتير فبيحصل حاجة اسمها cross reactivity يعني عيانة عندوش وشيريريا ولا حاجة وأنا أشخصه خلط إنه عنده وشيريريا بسبب إن التحليل طلع positive الانتي بادي ريأكتد معدودة تاني يبقى في حاجة اسمها cross reactivity دي بتخلي الانتي بادي less specific زائد الهاي سيرو بوزيتيفتي كلنا قاعدين في انديمك ايريا في مصر الحبيبة كلنا ممكن يكون جالنا subclinic من الوشيريريا بنكروفتي وكلنا ممكن يكون عندنا اي جي جي أو انتي بادي موجود ضد الوشيريريا بس ما عندناش الديزيز ففي الانديمك ايريا بيبقى فيه هاي سيرو بوزيتيفتي يبقى المشكلتين دول بيخلوا إن أنا أدور على الانتيجين أحسن من إن أدور على الانتي بادي في حالة الوشيريريا بنكروفتي طيب لو جيت أعالج الوشيريريا أنا عندي دويين دوى اسمه diethylcarbamazine ودوى اسمه iverbectin diethylcarbamazine ده بيموت الادلت ورم وبيموت المايكروفيلاريا برضو أو بيخلي المايكروفيلاريا ضعيفة بحيث إن جهاز المناعة يقدر عليه السؤال اللي ممكن يجيلي هنا give reason إن أنا لما حدي العيان DEC لازم أديله معاها anti-histaminics و corticosteroids الإجابة لإن DEC بيموت الدودة بسرعة فالدودة أول ما بتموت بسرعة بيطلع منها antigens في كميات كبيرة antigens دي بتعمل immunologic reaction mediated by ezenophiles وبتدخل العيان في allergy فلازم أديله لأول corticosteroids و anti-histaminics طيب الدوى الثاني اللي هو اسمه ivermectin ده بيموت المايكروفيلاريا بس فهيجيلي هنا سؤال give reason ليه علشان ivermectin بيموت الفيلاريا بس أنا لازم أدي repeated doses يعني لازم أديله مثلا الدوى النهاردة و أديله الدوى كمان 6 شهور أو كمان سنة الإجابة علشان أموت المايكروفيلاريا اللي هتطلع لإن هو بيموت المايكروفيلاريا بس ما موتش الأدلت فأنا موت المايكروفيلاريا اللي موجودين النهاردة يبقى لازم إيه أديه كمان 6 شهور علشان مايكروفيلاريا اللي الأدلت طلعتها تاني أموتها السبب التاني قال لك إن ممكن repeat doses دي تأفكت الأطلط عندك بقى درس بعد كده بعد ما خلصنا الوشوروريا في الكتاب هتلاقي حاجة اسمها Tropical Palmonary Ezenophilia كلمة Tropical Palmonary Ezenophilia دي بتيجي سؤال give reason يعني إيه give reason هو بيقول لك give reason Tropical Palmonary Ezenophilia يعني رصيلي Tropical Palmonary Ezenophilia فأنت هترصها له كلها مين هي Tropical Palmonary Ezenophilia دي عبارة عن دودة مستخبية وشريريا بنكروفتي بس مستخبية مستخبية فين؟ مستخبية في اللونج فعملالي مشاكل هذه الكونديشن بتيجي للعينين اللي عايشين في Endemic Area للبانكروفتيان أو المالايان في لاريزز بنكروفتيان في لاريزز عارفينه بتاع الوشريري بنكروفتي مين المالايان ده؟ مالايان بتاع أختها الصغيرة اللي احنا نتكلم عليها كمان دقتين اللي اسمها بروجيا مالايي يبقى الحتة اللي فيها واحدة من الاثنين دول ممكن العينين اللي فيها يجي لهم موشريريا أو يجي لهم بروجيا بس بدل ما هي حتعيش في الليمفاتيكس وبدل ما المايكروفلاريا بتاعتها تبقى موجودة في البلد لا ده هي حتروح تستخبى جوه اللونج والمايكروفلاريا بتاعتها هتبقى برضو ومتجمع حواليها شوية إزينوفيل طيب فاللي بيحصل إن المايكروفلاريا اللي قاعدة في اللونج دي يحصل ضدها إمنيولوجيك هايبر رسبونسفنس والإزينوفيل تتجمع حواليها والإنفلاميشن ده لو حصل إنه هو كمان بقى فيبروست ساعتها إن اللونج فانكشن لها تتأثر هتبقى إيريفيرزابول وإنا مش هعرف أعليجها ده طيب العين ده بيجي يشتكي من إيه بيجي يشتكي من أعراض الأزمة بالضبط إنه بتجيله بروكسيزما الأتاكس من الكاف أندويزز يعني سيدروبيزايق أو بتجيله كحة بالزات ساعة الفجرية بس لما هاخد عينة من دمه مش حلائق فيها المايكروفيلاريا أما الحلائق إيه؟ حلائق هاي إزينوفيليا حلائق مينو جلوبل من إيه عالي وهلائق التتر بتاع من أنتي فيلاريا الانتي بادي عالي لو عملت له تشست إكس ري حلائق الأجريجيتس بتاعة الإزينوفيلز المحواطة المايكروفيلاريا دي موجودة في اللونج وعملة ميلياري ليجينز ميلياري يعني كتير معملة ليجينز ديفيوز ليجينز كده في اللونج علاج العيان ده إيه؟ علاج العيان ده لما بياخد قرس واحد من الدي إي سي بيبقى زي الفل يبقى لو جاب لي سؤال بتاع تروبيكا البالمونر إزينوفيليا جيف ريزون أنا هرصها له كلها ماوفرش كلام هقول له هي إيه؟ العيان بيشتكي من إيه؟ أعليك هزاي؟ ودايجنوستيك هلأ إيه؟ آخر سؤال في الوشيريريا أخت الوشيريريا اللي هي اسمها بروجيا مالايي اسمها مالايي دي موجودة في ماليزيا موجودة في شرق إعسي هجي لي سؤالكم بير ما بين الاثنين هقول له أول حاجة الوشيريريا دي موجودة فين؟ موجودة في كل حتة في العالم تروبيكال سب تروبيكال آيريا زي أحدت كتير في أسيا وأفريقيا وسوات أمريكا وإيجابت ما سبناش حتة أما البروجيا مالايي فهاي موجودة специفكالي فين؟ في الفار إيست بروجيا مالايي طيب لما ناخد عينة من دم العيان ونبتدي نفحصها هنلاقل مايكروفلاريا بتاعت الوشروريا بنكروفتي أمورة كده وليها سموث كورفز ليها لوز ريداندان شيس يعني لابسة فستان واسع عليها لو تلاحظ الحتة الفراغ الأبيض اللي مافيهاش نقط موف دي ده الشيس بتاعها لوز ريدانداند وجريسي فول كورفز يعني هي أمورة كده وإيه ونعمة ونيوكلاي بتاعتها اللي هي النقط الموف دي ما بتوصلش لحد الآخر مش وصلة لحد التيل أما البروجيا ملايي لو أنا جيت خد عينة من دم العيان وابتديت أتفرج على المايكروفلاريا فأنا هلقيها معرجة كينكي وحلاقي التيل بتاعها في نقطتين موف واحدة فوق واحدة two prominent nuclei وليها شيث برضو بس مش لوزر دنداند زي بتاع الوشروريا طيب الوشروريا بنكروفتي المايكروفلاريا بتاعتها كانت بتطلع في الدم بالليل البروجيا ملايي المايكروفلاريا بتاعتها بتطلع في الدم بالليل برضو بس لس أبسوليوت يعني النكتورين بروتوسيتي أقل شوية إيه يعني لو جيت مثلا في حصة دم العيان الساعة 9 بالليل ممكن ألاقي شوية مايكروفلاريوم بتوع إيه البروجيا مش لازم 10 عشرة يعني في الديزيز بقى فيه فرقات ما بينهم آه قال لك الأول فيه فرق في النموسة أهم نموسة الوشوروريا اسمها كيوليكس أهم نموسة البروجيا اسمها منسونيا الوشوروريا بتعمل ديزيز مور سيفير عن بتاع البروجيا ماليي ليه مور سيفير؟ لأن الإليفانتيزز بياخد الليم بكله على بعضه أما في البروجيا ماليي فالإليفانتيزز بيأفكت الليم من تحت الني أو من تحت القلب وبس يعني بياخد نص الإيد أو نص الرجل الجينيتال أفكشن والكايلوريا بيبقى موجود أكتر مع الوشوروريا بنكروفتي أما البروجيا ماليي فالجينيتال أفكشن فيها بيبقى رير البروجيا ماليي على عكسها بيبقى الالورجيك مانيفستيشنز عندها أعنف شوية أما الوشريري بنكرافتي فبتبقى الألورجيك مانيفستيشنز بتاعتها رير عن البروجيا مالي ده ممكن ييجي سؤال كومبير بكده خلصنا أول دودة اللي هي الوحيدة في الموديول اللي عندك ده اللي إيه اللي دودة اللي هي اسمها الوشريري بنكرافتي وبتعيش فين؟ في الليمفاتيكس تاني واحدة بروتوزوايا بروتوزوايا دي بروتوزوايا مهمة وخطيرة وبتعمل ديزيز خطير ملتشر على مستوى العالم اللي هو المالاريا هدي البروتوزوايا اللي اسمها بلازموديام اللي بتعمل ديزيز اسمه مالاريا بتعيش جوه القرب بزيز بتكسرها فالعيان بيجي يشتكي من هيموليتك أني ليها أخت تانية زغننة اسمها بابيزيا البابيزيا دي مرض زي بتاع المالاريا بالزبط بروتوزويا أخت المالاريا بالزبط ولكنها مش بتاعة البني آدمين دي بتاعة الكاتل عشان كده لما بتصيب البني آدم بتعمل ديزيز أقل كتير في السيبيريتي من مين؟ من المالاريا طيب يبقى نبتدى بالمالاريا المهمة المالاريا ده اسم الدزيز بتعمله بروتوزوية اسمها بلازموديام عندي كم نوع من الПلازموديام عندي اربع انواع واحدة ممتشرة على مستوى العالم اسمها بلازموديام بايبكس واحدة موجودة في شرقة اسيا بس اسمها بلازموديام أوفال واحدة خطيرة جدا بتعمل دزيز خطير موجودة في lang pasado موجودة في السودان اسمها بلازموديام فالسبدت واحدة اقلهم خالص في السيفيريتي اسمها بلازموديام مالاري طيب مين بين المالاريا؟ النموسة الثانية اللي اسمها أنوفلس برضو اللي بيقرص مين؟ الفيميل أنوفلس هذه الفيميل أنوفلس بتقرص العيان بتحط جوا دمه حاجة كده شبه الهلال اسمها سبوروزويت السبوروزويت أول ما بتدخل جوا دم العيان بتروح على الليفر الأول تعمل شوية ستيجز في الليفر تنتهي إن تطلع حاجة مدورة شوية عن السبوروزويت اسمها ميروزويت وهذه الميروزويت هي اللي بتروح فين؟ بتروح تقعد جوا الأربسيز وتبتدي برضو تعمل ستيجز كوة الأربسيز فتكسرها فبعد ما تكسرها العيان إيه؟ يسخن الأربسيز دي بتتكسر بصورة دورية في البلازموديام فيفكس والبلازموديام أوفال الستيجز بتاخد 48 ساعة فكل يومين العيان بيبتدي تجيله مالاريا الأتاكس ويسخن أتاكس دي بتبقى عبارة عن إن هو الأول يجيله صادم شل يبتدي يسقع قوي درجة حرارته بتبقى عالية لكن هو حاسس إن هو سقعان وبعد كده بيسخن ودرجة حرارته تزيد قوي وبعد كده يجيله سويتينج ستيج هذه العملية اللي بتتكرر بيسموها المالاريا باروكسيزم أو المالاريا الأتاكس أول سؤال بيجيلي علل المالاريا البروكسيزم أو المالاريا الأتاكس إيه سببها؟ أول حاجة هقوله إن الأربسيز بتتكسر ومش بس الأربسيز المصابة هي بتتكسر لا الأربسيز المصابة بتتكسر واللي مش مصابة بتتكسر بسبب ان الاربسيز بيبقى عندها حاجة اسمها اوزيادة في الاظموتيك فرجيلتي بتمص في لويد من الدم فلما تمص في لويد تتنفخ وتفرقع يبقى الاربسيز بتفرقع بتطلع لجواها اللي هو ايه لجواها جواها هيموجلوبين و جواها مالاريا بيجمنت و جواها المالاريا نفسها فالانتجنز ومتابولايت بتاعت البرازايت بتطلع في الدم الانتجنز اللي طلعت في الدم دي بيحصل ضد ضهر امينولوجيك رسبونس فده بيسبب ايه بيطلع سيتو كاينز بتسخن العين يبقى اول سؤال جي فريزون هيجيلي هنا علل المالاريا باروكسيزمس هكتبله اسبابها طيب المالاريا باروكسيزمس دي اتفقنا ان هي بتحصل كل 48 ساعة في الفايبيكس والأوفال بتحصل كل 72 ساعة مع المالارين اما مع الفلسيباران بتحصل كل 24 ساعة او ان الريجلر بتحصل ايه الريجلر ما العين اللي بيجيله مالاريا الأتاكس بياخد علاج وبيخف طيب عين جاه له مالاريا الأتاك وخد علاج وخف ورجع لي بعد 5 سنين بمالاريا الأتاك تاني ابتدى يسخن تاني ويجي له أتاكس تاني ده بييبقى حاجة اسمها RECURRENT MALARIA ATTAC طيب الريكوررانص ده ليه سبب من سببين ياما حاجة اسمها RELAPS بتحصل في البلازموديوم فييفكس او البلازموديوم أوفال يما حاجة اسمها ريكروديسنس بتحصل مع بلازموديم فلسيبارم أو بلازموديم ملل يبقى العيان اللي جات له مالاريا الأتاكس بعد خمس سنين ما خفت هيبقى عنده حاجة من الاتنين لهو عيان بلازموديم فيفكس أو بلازموديم أوفال هتبقى عنده حاجة اسمها ريلابس يعني إيه ريلابس؟ بلازموديم فيفكس والبلازموديم أوفال السبوروزويتس بتاعتهم لما بتخش جوه الليفر بعضهم بيعمل الستيجز دي ويكمل لحد ما يوصل للميروزويتس ويروح يصيب الأربسيز وبعضهم بيدخل جوه خلايا الليفر ويبتدي يغط في النوم العميق يناموا هيقول لسه بادرين ينام شوية وبعد خمس سنين يصحوا يقولك إيه ده؟ احنا كنا بنعمل إيه؟ يبتدوا تاني يعملوا الستيجز ويكونوا ميروزويتس ويروحوا يصيبوا الأربسيز الستيجز اللي بتنام جوه الليفر دي بسميها هيبنوزويتس يبقى سبب الريلابس في الفايفكس والأوفال اما في البلازموديام فلسيبارام والبلازموديام مالاري فسبب الريكارنت أتاكس إن أنا يكون عندي عيان عنده فلسيبارام أو مالاري وخد علاج مش كامل فاتبقى عنده شوية برازايت ضعيف عايش في الأربسيز بس بكمية قليلة وبصورة ضعيف مستني فرصة إن العيان ده منعته تقع على أي سبب ما من الأسباب فلما منعته تقع يبتدي هو إيه؟ يتشجع وينشط ويعمل تاني ريكارنت أتاكس من المالاريا ويتكاثر بشكل كبير فيبتدي يعمل إيه؟ ريكارنت أتاكس ده اللي بيسموه طيب السؤال اللي بعد كده تعالي نسأل هنا سؤال هل المالاريا ممكن تنتقل عن طريق البلاد ترانس فيوجن؟ آه المالاريا ممكن تتنقل عن طريق البلاد ترانس فيوجن طيب هنا Bear is calling قاللك علي لل ان لو واحد اتنقله بemaين مالاريا يعني اتنقله بلازموديان بايفكس عن طريق البلاد ترانس فيوجن مش يحصل له ريلابس ليه؟ هو ريلابس ده اي ... سببه ريلابس ده سببه سبوروزويتس اللي دخلت الليبر في الأول اللي عملت�면وزويت طب العيان اللي هيتنقله مالاريا عن طريق الأربسيز يعني ميروزويت مخدش سبوروزويت أساسا يبقى أبسنت ليورفيز مفيش ليورفيز أساسا مفيش هبنوزويتس في الليفر فالعيان ده مش هيجيله ريلابسز بعد خمس سنين ولا حق عيان المالاريا بيجيله أول حاجة مالاريا الأتاكس بعد كده بيبقى عنده هيموليتك أنيميا سابن الأربسيز في الرقاعة وبعد كده بيبقى عنده هباتو سبيلينوميجالي ايش معنى هيباتو سبلينو ميجالي؟ الخناقة اللي في الدم دي محتاجة حد يكنسها فالليفر بيكبر والسبلين بيكبر بسبب الارتيكلي اندوسيليا السيستم هايبر بليزيا ليه الارتيكلي اندوسيليا السيستم يحصل لهم هايبر بليزيا؟ علشان بيحصل حاجة اسمها انهانسد فاجوسايتوزس هيبتدوا ايه؟ يكنسوا او يكلوا الاربسيز رامنانس والأثر ديبريس اللي موجودة فين في الدم الكمليكيشنز بتاعت المالاريا اول حاجة اتفقنا ان بلازموديام فالسيبارام هي اخطر نوع فممكن يجي يقول لي علل او جيف ريزون البلازموديام فالسيبارام كوزينج ماليجنانت مالاريا ليه بتعمل حاجة اسمها ماليجنانت مالاريا هقول له بتعمل حاجة اسمها برينيشاس سندرون بسبب ايه؟ بسبب ان التروفوزويت والشايزونت بتوعها بيتفجعوا بيأكلوا كتير فلما يأكلوا كتير يطلعوا ميتابولايتس كتير هذين الميتابولايتس بتترصب على جدار الاربسيز من بره تعمل عليها نوبس النوبس دي زي ما تكون خشنة فتبتدي تلزق على بعضها وتلزق على ريسبتورز موجودة على الاندوثيريا السورفز فين في الكابيلاريز الرفيعة اللي موجودة في الانترنال اورجنز فتروح بقى تبقى ترابد في الكابيلاريز ساعة الانترنال اورجنز دي بتسدها فتعمل انوكزيا او هيبوكسيا يعني كمية الاكسجين لواصل الخلايا وكمية الدم لواصل الخلاياي أقل فالخلايا تموت ويحصل فيها نيكروزز طيب المشكلة دي بيصيب هني أنهي بلوت فيسلز بتاعت انترنال اورجنز كل البلوت فيسلز في كل الانترنال اورجنز فكل الورجنز تتأثر اول حاجة الbrain بيحصل عندي كومة بتتأثر عندي GIT بيحصل فيه bleeding بليدنج في GIT وبيحصل كمان انوكزيا في GIT ممكن يحصل اسكيميا حاجة اسمها disenteric malaria الول بتاع GIT لما بيبتدي يبقى friable أو يبقى inflamed بيعدي كمان جرام نيجاتف بكتيريا اللي موجودة جوه الانتستين فيحصل عندي حاجة اسمها جرام نيجاتف سيبتيسيميا اللونج بتبتدي ترشح دم وبتدي يحصل فيها هيموريج طيب الهيموريج اللي في GIT الهيموريج اللي في اللونج الجرام نيجاتف سيبتيسيميا اللي حصلت كل دي بتدخل العين في شوك أو في هايبوتينشن بيسموها الجيد مالاريا تصنيع الجلوكوز في الليبر بيتأثر فالعيان بيبقى عنده هايبو جليسيميا الكدني ما بيبقاش وصل لها دم كفاية فالعيان كمان بيبقى عنده رينال أنوكسيا ده السبب ان بيحصل حاجة اسمها مسبب ان بلازموديوم فالسيبارم هي اخطر نوع من انواع المالاريا طيب بلازموديوم فالسيبارم في الاماكن الاندمك للبلازموديوم فالسيبارم بيحصل كمان منها اتنين في الاماكن الاندمك اول كمبليكيشن حاجة اسمها ده بتاع ايه؟ ده بتاع شخص قاعد في المنطقة اندمك وبيجي له ريكارنت انفكشن من البلازموديوم فالسيبار طيب اللي بيحصل له بقى مع ريكارنت انفكشن ده من كتر الانفكشن بيبتدي جهاز المناعة يطلع انتيباضيس بكمية كبيرة اوتو انتيباضيس تكسر في كل الاربسيز اللي في الدم واللي مش انفكتد ايه سببها؟ سببها ان العيان ده بيجي له ريكارنت اتاكس وما بياخدش كمان علاجه ايه؟ كامل انكمبليت كنين ثرب بيحصل ماسيف هيموليسس بسبب الاوتو انتيباضيس دي ماسيف هيموليسس يبقى العيان هيخش في انيميا عنيفة هيخش في جوندس عنيفة يبتدي كمان هيموجل بنينزل في اليورين يبقى عنده هيموجل بنوريا فاليورين بتاعه يبقى بلاك لونه اسود عشان كده اسمها بلاك وتورفير تاني حاجة بتحصل حاجة اسمها تروبيكال سبيلينو ميجالي سندروم من كتر برضو بتاكس بتاعت المالاريا الاسبيلين بيكبر قوي وبيتوحش وبتدي يكسر في خلايا الدم اللي منها التيساب بريسور سيلز مين التيساب بريسور سيلز دي الخلايا اللي بتهدي جهاز المناعة فلما الخلايا دي تقل جهاز المناعة يبتدي البيسيلز مايبقاش في حاجة تعملها كنترول وتطلع اي جي ام كتير البلازموديا مالاري بيحصل منها كومبليكيشن واحدة بس وهي حاجة اسمها نيفروتيك سندروم يعني ايه نيفروتيك سندروم يعني جدار الجلوميري لارولز بتاعت الكدني بتبقى ترشح بروتين وتبتدي تعدى البروتينز بكميات كبيرة فالعيني بقى عنده بروتينوريا دي بيسموها نيفروتيك سندروم ايه سببها بسبب الاميون كومبليكس دي بوزيشن تطيب ثري هايبر سينسيتيفتي بيحصل اميون كومبليكس دي بوزيشن تترسب على اي جلوميري لارولز ممكن يجي لي سؤال تاني يقوليك كمبير مثلا ما بين الكمبليكيشن بتاعت البلازموديا مالاري اللي هم تلاتة والكمبليكيشن بتاعت البلازموديا مالاري اللي هي واحدة بس اللي هي نيفروتيك سندروم بتاعت الفلسيبارام اتفقنا بلاك ووتور فيفر تروبيكال بالمون اسبلينو ميجالي سندروم دول بيحصلوا فين بيحصلوا في تشخيص المالاريا بيعتمد على ان انا باخد بلات فيلم ودور فيها على الستيجز بتاعت المالاريا ايه هي الستيجز بتاعت المالاريا اللي انا بشوفها بشوف الرنج الرنج ده بعد ما بياكل ويتنفخ شوية بيبسموا حاجة اسمها تروفوزويت تروفوزويت ده بيبتدي بعد كده يبتدي يتقطع الى حتة كتير علشان يتكاثر فيعمل حاجة اسمها شايزونت وبعد كده يعمل جميته صايت علشان يكمل لايف سايكل بتاعته في البلازمودين فالسيبارة بانا مش هلاقي التروفوزويت ومش هلاقي الشايزونت اش معنى ممكن يقول لي جيف ريزون هقول له عشان هما بيبقوا ترابد في الكابيلرز بتاعة الانترنال اورجانز سؤال بقى بعد كده علل المالاريا مش موجودة في مصر ايه المالاريا فعلا مش موجودة في مصر موجودة بس مش بنشوفها كتير السؤال ده اجابته ايه اجابته ان النموسى اللي بتاعتنا هفق النموسى اللي بينقى المالاريا في مصر لاستسبتبوليتي للانفكشن اساسا ما بيخدش العدوى ولو خدها فهو بيحب الحيوانات بيحب دم الحيوانات زوفيلي ما بيحبش دم منها فبيروح يقرسي الحيوانات وايه ويسبنا يبقى المالاريا فيكتورز اللي في مصر هفق وعشان كده ايه المالاريا ما بتعملش مشكلة في مصر اخر سؤال جيف ريزون بيجي في المالاريا قالك ان بعض الناس ربنا حميهم من المالاريا naturally immune to malaria ودول ثلاث اصناف من البشر اول صنف بيبقوا محميين بلازبوديم من البلازموديم فيفكس ودول اللي الاربسيس بتاعتهم ما عليهاش دوفي انتجن الدوفي انتجن ده هو اللي بيدخل البلازموديم فيفكس جوه الاربسيس فالناس اللي ما عندهمش ما بيجي لهمش بلازموديم فيفكس الناس اللي عندهم هي مجلب ان اس اللي هي السيكل سيل انيميا انيميا الخلايا المنجالية او اللي عندهم جي سيك سي بيدي دي فاشنسي اللي هي انيميا الفول دول برضو ما بيجي لهمش بلازموديم فيفكس تعالى بقى نلم المالاريا كده المالاريا دي بتتنقل للبني ادم عن طريق الاضلت في ميل انوفلس موسكيتو موجودة في التروبيكال والسبتروبيكال ارياس الانوفلس موسكيتو بتقرس العيان بتحط جوه دم وسبوروزويتس اللي بتروح على الليفر وبعد ما تخلص الليفر فيه تروح على الاربسيس تعمل فيها ايه مالاريا باروكسيزمز تعمل هيموليتك انيميا وهيباتو سبينو ميجالي الكمليكيشنز اللي ممكن تحصل فيها اتفقنا نيفراتيك سندروم مع البلازموديم مالاري ومع البلازموديم فالسيبارم بيحصل برينيشس سندروم بلاك ووتور فيفر وتروبيكال سبينو ميجالي سندروم لما بيجي اشخص المالاريا وباخد عينة من دم العين بلاقي فيها رينج تروفوزويت شايزونت وجميته صايت وبلقي حاجة اسمها مالاريا بيجمند ايه المالاريا بيجمند دي؟ دي نواتج اكل الهيموجلوبين انا كلت الجلوبين البروتين بتاعي الحلو الجميل ده وروحت رميا ايه؟ رميا لهيه من اللونه بني كبيجمند جوه الاربسي اختي الصغيرة اسمها بابيزيا دي بتاعة الكاتل هيجيلي سؤالكم برما بينهم حقارن بتاعة الكاتل بتتنقل عن طريق الحشرة بتاعة الكاتل اللي هي الهارد تيك الاراضة الديزيز ده مش موجود الا في امريكا وفي اوروبا طيب مفيش ليفر فيز السبوروزويت بتدخل على الاربسيز على طول بيحصل ايه؟ بيحصل فيفر بس الفيفر ما بتبقاش في اتاكس بيبقى فيفر عادية مفيش باروكسيزمز بيهموليتك انيميا بس اقل في السيفيرتيم بتاعة المالاريا ممكن يحصل فيتال ديزيز او كومبليكيشنز خطيرة في العيانين اللي سبينيكتومايز الاسبلين عندهم متشال بسبب اي حاجة مثلا كان عندهم ثلاثيميا او كان حصل فيه تروما فانا شايل الاسبلين فالمناعة بتاعتهم ضعيفة فممكن يجيرهم فيتال ديزيز لما باجي اشخص البابيزيا باخد عيان من دم العيان بلاقي فيها الاربسيزيهاية جواها اربع رنج والاربع رنج واقفين جنب بعض عاملين شكل الصليب مالتيز كروس زائد ان انا ما بلاقيش فيها مالاريا بيجل بقى دي الفروقات ما بين المالاريا والبابيزيا يبقى احنا اخدنا لحد الواتي وشريريا بتعيش في الامفاتيكس اخدنا في الاربسيز مالاريا وبابيزيا هناخد بقى تلاتة من عيلة واحدة عيلة البلطف لاجليت التلاتة دول بيعيشوا في الريتيكلو اندوثيليالسيست اللي هم فيسرال ليشمانييزيز افريكان تريبانوزومز واماريكان تريبانوزومز اول واحدة فيهم هي الفيسرال ليشمانييزيز اللي بتعملها لشمانيا دونوفاني ولشمانيا انفانتم في الاولد وورلد اللي هم افريقيا واسيا واوروبا لشمانيا شجازي لشمانيا امازونينسيز في امريكا الجنوبية يبقى انا عندي نوع في الاولد ونوع في النيو وورلد لها ريزرفور هوست مهم وهو الكلب ومعظم الاسبيشيز دي بتصيب الاطفال اكتر من الكوبا مين اللي بينقل لي الفيسرال ليشمانييزيز هي الزبابة الرملية الفيميل ساند فلاي في ميل ساند فلاي دي لها اسمين في الاولد وورلد اسمها فليباطمس وفي النيو وورلد اسمها لوتزو مايا بتحط جوا دم العيان استيج رفيع كده بديل انها الانفكتف استيج بتاعتي حاجة اسمها بروماستيجوت يبقى بتحط انفكتف استيج اسمها بروماستيجوت بديل مجرد ما البروماستيجوت دي تدخل جوا دم العيان تجري وراها الماكروفيج تاكلها أول ما تدخل جوه الماكروفيج تتحول إلى ستيج ملهاش ديل اسمها آماستيجوت وتبتدي تلف بالماكروفيج جوه دم العيان وتروح على الريتيكلي اندوثيليا العيان ده هيجي يشتكي بإيه؟ في الثلاثة ديزيز دول اللي هما الفيسراليشمانيا أفريكان تريبانوزومة أمريكان تريبانوزومة أول ثلاث كلمات هقولهم أول حاجة مكان ما دخلت مكان ما تقرص العيان ده من الدبانة أو من الحشرة هتعمل انفلاميشن في الجلد هسميها على اسم الدزيز فالانفلاميشن هنا أنا هسميه إيه؟ لشمانيوم ثاني كلمة هقولها هي الفيفر والفيفر في كل الدزيز منهم ليها إيه؟ ليها كاركتر معين ففي الفيسراليشمانيزز الفيفر بتاعتي ليها دابل ديلي رايز يعني عينة فيسراليشمانيا بيسخن الصبح بعدين بيسخن تاني بالليل يبقى كلمة فيفر والدابل ديلي رايز ثالث كلمة هحطها فيهم هي إيه؟ هي ريتيكلو اندوثيليا لسيستم هايبر بليزيا إن أنا هترجمها إزاي؟ هترجمها إلى يبقى في الثلاثة ديزيز تول هحط الثلاثة كلمة دول بس في كل واحدة فيهم هيبقى في حاجة مميز إيه المميز في الليشمانيا؟ المميز في الليشمانيا إن كل الليمفنونسي اللي في جسم العين بتتأثر واللي من ضمنها مهمة جدا الليمفنونس بتاعت جي اي تي بتاعت السمول انتستن واللاج انتستن فهلاقي العين ده عنده ضيارية اندي ديزينتري طيب يعني إيه ديزينتري وضيارية؟ كلمة ضيارية يعني إسهال has ihan a Read يعني increas needs fluidity, increase volume بيخش الحمام كتير 10-15 مرة في اليوم وبيجيه بسطول كتير أي عيان عنده bei inflammation في الباليخ انتستن بيبقى عنده حاجة أسماها ديزينتري أو تعانية يعني 예 تعانية أو ديزنتري؟ يعني العين بيخش الحمام كتير هوا كل شوية عنده irritation بس لما بيدخل الحمام بيعملش حاجة لكن يبقى فيه ميوكاس وبلد بسبب الانفلاميشن اللي في الباليخ الرباليخ انتستن لكن كمية السطول نفسها بتبقى قليلة وده اللي بيسموه تعانية أو ديزنتري يبقى عيان الفيسراليشمانيا هيشتكي من ضمن اللينف نوتس اللي بيشتكي بيها إيه؟ ظاهرية أو ديزنتري تاني كلمة مهمة جداً إن أهم أورجن بيتأثر في الفيسراليشمانيا هو البون مارو البون مارو ديبريشن في الفيسراليشمانيا زيزعنيف جداً بيعمل لعيان بان سايتوبيني يعني إيه بان سايتوبينيا؟ أربيسيز قليلة يعني أنيميا ويت بيسيز قليلة يعني لوكوبينيا لتلت قليلة يعني ثرومبو سايتوبينيا الثلاثة على بعض قليلين بسميها بان سايتوبينيا يبقى عيان الفيسراليشمانياز عنده بان سايتوبينيا أهم واحدة فيهم بتقل لي هي الليكوسويتس أو الوايت بلوت سيلز فالعيان ده بيبقى عنده لوكوبينيا عنيفة بتخليه عرضة للسكنتري باكتيريا اللي بيتموته وهو ده الكوزوف ديس واللي بيخليني أسمي الفيسراليشمانياز زي البلاك فيفر أو الحمى السوداء إن العيان ده لازم بيموت بسبب السكنتري باكتيريا الانفكشن هنا موضع سؤالين جيف ريزون أول سؤال جيف ريزون إن العيان ده بيبقى عنده ريفرزت قلبي من جلوبلين ريشو بسبب إنه هو بيطلع انتي باضيس كتير فالجلوبلين سعنده عالية فالجلوبلين لما بتبقى عالية يبقى القلبي من جلوبلين ريشو بتبقى أقل من الواحد طيب تاني سؤال جيف ريزون علل عيان الفيسراليشمانيا بيموت يعني الكوزوف ديث هقوله إنه هو سبب الوفاء اللوكوبينيا اللي بتخليه عرضة للسكندري باكتيريا الانفكشنز اللي منها النيومونيا اللي منها جي اي تي انفكشنز اللي منها سيبتيسيميا عنيفة تدقى إيه تموته طيب يبقى أول ثلاث كلمات اتفقنا ليش مانيومة فيفر وزدابل ديلي رايز الريتيك الاندوسيلي السيستم هايبربليزي اللي احنا لمنها في كل الكلام ده طيب بعد كده هزود في الفيسراليشمانيا بيبقى فيه سكن انفكشن الاسكن افكشن ده في الأكيوت ديزيز بيبقى فيه حاجة اسمها باترفلاي ديستربيوشن أوفر نوز بيبقى عنده حمار على جلد وشه وكده على الخدين بيبقى عامل زي فراشة يعني جناحين الفراشة كده وثالث حاجة والتاني حاجة حاجة برضه في الاسكن اسمها بوست كالأزار ديرمل لشمانويد علل بيجيلك سؤال جيف ريزون ليه عين الفيسراليشمانيا بيقلف في بوست كالأزار ديرمل لشمانويد هقوله ان ده بيسبب العين بتاع الفيسراليشمانيا اخد علاج غير كامل فلما اخد علاج غير كامل تبقى عنده شوية لشماني صغيرين شوية لشماني صغيرين دول بقوا ضعاف مش قادرين يروحوا لتك الاندوسيليل سيستم قاعدوا في الاسكن فابتدوا يعملوا له في كل أنحاء جسمه فبقى حاجة اسمها لما اجي شخص عين الليشمانيا هاخد عينة بايوبسي بايوبسي يعني تشو منين من الليفر بون مارو سبلين هلاقي فيها ايه هلاقي فيها الاماستيجوت قاعدة جوا بيتها اللي هو فين بيتها جوا الماكروفيج لو زرعت العينة دي هتطلعلي برو مستيجوت اش معنى ويعني ايه مزرعة او كالتشر انا دلوقتي الليشمانيا دي قاعدة جوا خلية فما ينفعش يبقى لها ديل فاسمها اماستيجوت ايه يعني مفيش ماستيجوت يعني ديل ما عندهاش ديل طيب الاماستيجوت دي انا خدتها وحطتها في مزرعة مزرعة دي يعني فليود المزرعة دي يعني ميديا كده امبوبة فيها شوية بروتين وشوية جولوكوز وشوية حاجات تتغذى عليها الليشمانيا فلما قاعدت في المزرعة في الميديا دي اتحولت لديل خلاص اتطلع ديلها هتسيب ديلها جوا ليه فتتحول الى برو مستيجوت في حاجة اسمها مونتنيجرو تيست يعني ايه مونتنيجرو تيست ده انترادورمال تيست يعني ايه انترادورمال تيست انترادورمال تيست ده نوع من انواع الامينولوجيكال ديزيز الانديريكت دياجنوزيز انها بقى بحق ان الانتجنس بتاعت الليشمانيا تحت جلد العيان المفروض لو العيان ده سينسي تايز او كان عنده الليشمانيا قبل كده فهو عنده انفراماتوري سيلز ضد الليشمانيا تيجي تتلم حوالين الليشمانيا وتعمله جرانيلومة في خلال 48 ساعة فانا بحقن الانتجن دي تحت جلد العيان واستنى 48 ساعة بعد 48 ساعة اجيب والله يبقى في جرانيلومة في الموضوع يبقى العيان ده بوزيتف يبقى المونتنيجرو تيست بوزيتف مفيش جرانيلومة يبقى المونت نجرو تست ايه نيجاتف فعينين الفيسرال لشمانيا قالك ان المونت نجرو تست ده بيبقى نيجاتف في الاكتف ديزيز ليه عشان منعته قليلة هو اصلا منعت العيان ده وقع في الارض ام الامتة بيبقى بوزيتف بعد ما العيان يتعالج يعني بعد ما ياخد ايه العلاج ويخف تماما فانا بعمل التست ده بعد ما اديله العلاج والله لقيته طلع بوزيتف يبقى العيان ده خف الحمد لله مطلعش يبقى لعندا لسه عيان وعنده بسرال لشمانيزز علاج البسرال لشمانيزز اهم ده وهو البنتافيلانت انتيمونيز يبقى ده اول ديزيز من التلاتة ديزيزز اللي بتصيب ايه اللي بتصيب الريتيكلو اندوثيليل سيست تاني واحد هو اللي اسمه افريكان تريبانوزوميزز من هي الافريكان تريبانوزوميزز انها مرض النوم تريبانوزومة بروتوزوية بدل كده بتعوم في الدم مش زي اللي شمانيا لكن التريبانوزومة لأ تريبانوزومة بتعيش فين في الدم اكسترسيلولار بتعوم في الدم بتبتش بقى في دم العيان وتكبره الليفر والسبلين وهكذا ولكن في خلال شهرين ثلاثة اربعة تبتدي تسرح على البرين توصل للبرين وتبتدي تدخل العين في ديب كومة ويموت يبقى الافريكان تريبانوزوميزز او مرض النوم ده ديزيز موجود في افريقيا بس بتنقله دبابة التيسي تيسي وهو ديزيز خطير بيموت العين طيب عندي نوعين من التريبانوزومة التريبانوزومة بتاعة الافريكان تريبانوزوميزز اسمها تريبانوزومة بروسي في واحدة اسمها تريبانوزومة بروسي جامبينزي بتموت العين في ثلاث سنين واحدة اسمها تريبانوزومة بروسي روديزينزي بتموت العين في تسعة شهور طيب فالتريبانوزومة بروسي جامبينزي بتعمل ديز اسم جامبيان تربانوزوميازس والروديزيينزي بتعمل روديزيان تربانوزوميازس الجامبيان موجود في غرب أفريقيا وروديزيان موجود في شرق أفريقيا ممكن يجيلي سؤالكم بير ما بين الاثنين دول الجامبيان تربانوزوميازس ده مين لي بتاع البني آدم ملوش ريزرفور هوست أما روديزيان تربانوزوميازس فهو مش بتاع البني آدمين خالص ولكنه بتاع الوايلد جيم أنيمال حيوانات السفاري أنهم الأسود والضباع والنمور وتيمون وبومبة وكل الحيوانات دي الوائلد جيم آنيبلز من اللي بين الأفريكان تربانوزوميزز أنها دبابة كبيرة اسمها جلوساينة أو تسي تسي فلاي هذه تسي تسي فلاي منها نوعين نوع بعيش في حشائش السفنة اللي هي اسمها جونجل تسي تسي فلاي أو جلوساينة مورسي تانس وطبيعي أن أنا أتوقع أن حشائش السفنة دي بتاعة الحيوانات بتاعة الوائلد جيم آنيبلز بتاعت الروديزيان تريبانوزوميزيز ونوع بيعيش في الأنهار ريفيراين تسي تسي فلايز أو اسمها جلوساينة بها الباليس ودي اللي بتنقل تريبانوزومة بروسي جامبيينز طيب في كلا الحالتين هذه الدبانة بتقرص العيان وتحط جوا دمه حاجة اسمها شورت ستمبي ميتا سايكليك تريبانوزومز شورت وصننة ستمبي مقطوشة متحولة ميتا سايكليك تريبانوزومز دي الانفكتي بستيج في كلا الحالتين طيب عيان الافريكان تريبانوزوميزز عيشتك من ايه؟ اتفقنا اول 3 كلمات مكان ما قرصت الدبانة العيان عنده انفلاميشن في السكين حسميه تاني حاجة عنده فيفر وقال لك ان العيان بتاع الافريكان تريبانوزوميزز عنده الرجلر باوتس و فيفر يعني يه الرجلر فيفر يعني بيسخن النهاردة وكمان 3 أسابيع يسخن تاني اشمعنا؟ جيف ريزون العيان بتاع الافريكان تربانوزوميزز عنده قل لك بسبب حاجة اسمها جينيتك فاريشن يعني ايه جينيتك فاريشن ده كنا قولنا قبل كده ان التربانوزومة الافريكان تربانوزومة بتبقى لبسة جاكتة محوطاها والجاكتة دي بتبقى لها لون معين كل التربانوزومز اللي في دمي بيبقى لهم لبسين نفس الجاكتة امتى بيقلعوا الجاكتة ويرموها لما الجهاز المناعي يبتدي يكون ضدها يروحوا عاملين ايه نقلعوا الجاكتة دي ويرموها للانتيباضي بعيد خد يا ابني الجاكتة اللي عجباك ايه تخانق معاها ويروحوا لبسين جاكتة تانية بلون تاني العملية دي بنسميها جينيتك فاريشن او انت جينيك فاريشن بتسبب ان العيان ده بيدخل في الريجلر فيفر او الريجلر باوتس فيفر كل اسبوعين ثلاثة بسبب ايه بسبب ان كل شوية في خناقة في الدم ما بين الجواكت المقلوعة وما بين مين وبين الانتيباضيز اللي في الدم ضد الجواكت اللي معلوها تالت كلمة اتفقنا ان العيان ده عنده هيباتوس بلينو ميجالي عنده جينرالايز لينفا دينوباثي وعنده بون مارو دي براشي بس اهم لينفنود بتكبر في حالة الافريكان تربانوزوميزيز هي اللينفنود الموجودة في الافا او في البوستيريور سيرفايكال ريجون لقوا ان هي بتكبر في كل العيانين فاخترعوها كصاين مهمة تدل على الافريكان تربانوزوميزيز وسموها على اسم العالم وينتر باطمز صاين يبقى في الجينرالايز لينفا دي نوباثي حكتب اهم كلمة هي الوينتر باطمز صاين اشمعنا الوينتر باطمز صاين دي صاين مهمة ده فقنا الافريكان تربانوزوميزيز ده موجود في اماكن فقيرة في افريقيا ما عندهمش فاسيلتس كتير فموجود صاين كلينيكال زي دي تقدر تخليني اشخص الديزيز من غير ملجأ الى المعمل هزود هنا بقى كلمة في الافريكان تربانوزوميزيز ان هي بتعمل سي ان اس انفاجين فبتدخل العين في دي بكوما وايه وتموته لو حبيت اشخص الافريكان تربانوزومة هاخد عينة من دم العين هلقي فيها تربانوزومة في الدم اكسترا سيلولور تمام طيب التربانوزومة اللي هي الافريكان تربانوزومة دي قالوا ان في منها لونج سلندر طويل ورفيع شور تستم بيدخين وقصير يبقى فيه انواع كتير في الدم الانواع كتير في الدم دي بقى لها اشكال مختلفة فسموها بوليمورفك تربانوزوم لو خدت العينة دي وزرعتها هتديني حاجة اقصر شوية بديل اقصر شوية اسمها ايبي مستيجوت العين ده في اي وقت من اوقاته بيبقى الاجي ام دايما عالي عنده توتال هاي اي جي ام اش معنى علشان كل شوية تربانوزومة بتلبس جاكتة جديدة وجهاز المناعة بيكون اي جي ام جديد ضد الجاكتة الجديدة الملونة يبقى عندي انتجينيك فارييشن جيف ريزون هاي توتال اي جي ام في حالة الافريكان تربانوزوميزز او هاي بورجاما جلوبالينيميا هقول له بسبب الانتجينيك فارييشن علاجة تربانوزومة الادوية مش مهمة قوي عندك بين تميدين في الاول وبعد كده سورامين في الحالات الليت لازم اديله دواء يعدي البلوت برين باريار اللي هو تريبارازامايت وفي دواء جديد وحلو اسمه إفلورنيثين ممكن يتاخد في الإيرلي او في الليت ستيجز الديزيز اللي بعد كده هي الامريكان تربانوزوميزز امريكان تربانوزومة هي تربانوزومة برضو بس موجودة فين بس في امريكا الجنوبية وبتعمل ديزيز للعيان اسمه شاجاز ديزيز شاجاز ديزيز ده اللي بينقله نوع من البق اسمها لديفاعد باقز العيلة اسمها لديفاعد باقز او الوينجد باقز ده بق كبير البقاية عاملة زي الصرصاري الكبير كده وليها جناحات بتطير بس ما بتطيرش مسافات طويلة منها من العيلة دي واحدة اسمها تيريا تومة وواحدة اسمها رودنيس طيب هذه البقاية رومانسية جدا بتعمل ايه بتحب تقرس العين في وشه ياما في طرف عينه كده ياما في طرف بقه ياما في الانجل اوف دا اي او في الانجل اوف دا ماوس تيجي بالليل تيجي بالعين وهو نام كده وتروح بايسام بقه وارصاه وتبتدي تاكل في دمه وتاكل في دمه وتاكل في دمه بعد ما تاكل في دمه وتعمل ايه تبقى تكلت كمية كبيرة تحس ان هي عايزة باس ستول فاتباس ستول على جلد العين وهي قواعد الشورت اسطنبي متاساكلات تيربانوزومز في حالة الامريكان تيربانوزوميز بتبقى موجودة في الستول بتاع البقاية مش في السلايفة بتاع البقاية اذا الانفكشن كونتاميناتب انفكشن عن طريق ايه عن طريق ان العين اللي تقرس دا هيبتدي حس ان هو عايز يهرش فلما يهرش يدخل الستول جوه المكان اللي قرسته فيه البقاية اللي جواه Short Stampy Medicyclic Trypanosomes وده اللي بنسميه Contaminative Infection نيبه الانفكشن بالامريكان تربانوزومة اعرف انه هو منطعم تربيانوزومة عن طريق الوينجة بكز عن طريق Infective Stage اللي هي Short Stampy Medicyclic Trypanosomes اللي موجودة في الستول بتاع البقا طيب العين ده هيجي اشتكي بايه؟ اول حاجة مكان ما قرسته لو قرصته فعينه هتعمل له وتورم له جفنه بنص وشه دي حاجة بنسميها رومانا صعي طب لو قرصته في سكين عادي هتعمل انفلميشن اسميه باسم الدزيز هسميه شاجومة طيب بعد كده العين ده طبيعيه هيبقى عنده فيفر وبعد كده هيبقى عنده برضه وهيباتو سبلينوميجاليوبون مارو ديبريشن وبعد كده هيخف تماما تماما وتبتدي البرازايت ده يختفي من الدم ويروح يقعد جوه يا اما الاسموث موسلز بتاعة القلب يكسر فيها يا اما الاسموث موسلز بتاعة جي اي تي يكسر فيها فييجي العين ده بعد خمستاشر سنة كده يشتكي يا اما ان قلبه خلاص الاسموث موسلز بتاعتها تكسرت فالقلب ابتدى يوسع يحصل له يبقى عنده حاجة اسمها شاجهة ويجيله هارت فيلير او ان برضه الاسموث موسلز بتاعة الاسوفيجاس اتكسرت بقى فيه والعين ده بقى عنده مش عارف يبلع او السموث مسرز بتاعة الكولون واللوج انتستن هي اللي اتكسرت وبقى عنده حاجة اسمها ميجا كولون وعنده كرونيك كونيستيباشن لو جيت اخد عينا من دم العيان عشان اشخصه هلاقي فيها تربانوزومة التربانوزومز دي مفيش منها طويل وقصير ده هي نوع واحد فسموها مونومورفك تربانوزوم لو زرعت العينة هتديني ابي مستيجوت طيب العين ده بقى اتفقنا انه هو عنده تربانوزومة فين عنده تربانوزومة في دمه وتربانوزومة في الخلايا في الاسموث مسلز فانا لو اخدت عينا من الخلايا من الليمفنود هلاقي فيها امستيجوت طالما دخلت جوه الخلية هتحاولي الى حاجة من غير ديل اسمها امستيجوت يبقى انا في حال تربانوزومة كروزي بلاقي ثلاث حاجات في الدم مونومورفك تربانوزوم في المزرعة ابي مستيجوت في اللينفينوت بايوبسي بلاقي الاماستيجون في حاجة بقى خاصة كده في الامريكان تريبانوزومة قالك اسمها زينو دياجنوزز يعني ايه زينو دياجنوزز دي طريقة خاصة كده في التشخيص ان انا جيب بقاية متربية في المعمل ونزيفة وخليها تتغزى على دم العيان اللي انا شك انه هو عنده تريبانوزومة وبعد كده اخدها ربيها عندي في المعمل 3 اسابيع وبعد انا اتبحى ودور جوه بطنها على تريبانوزومس والله لقيت تريبانوزومس في بطنها دي بقى عين كان بوزيتف ما لقيتش يبقى ايه كان نجد فيه انترادورمل تست اسمه كروزين انترادورمل تست برضو بيتعامل الشاجة ديزيز علاج الشاجة ديزيز دويين واحد اسمه نيفيرتماكس وواحد اسمه بريماكي طيب يبقى البلاط فلاجليتس عندي اتفقنا ان انا عندي 3 ديزيز شبه بعض هما كلهم بيعيشوا في رتيكلا اندوسيليا هما كلهم بلاط فلاجليت واحد اسمها فيسرالليشمانيازيز احد اسمها تريبانوزوما بروسي وتعمل افركان تربانوزوميازيز واحد اسمها تريبانوزومة كروزي وبتمال امريكان تربانوزوميازيح ممكن يجيل سؤالكم بورما بين التلات1 اول حاجه مين بين الياشمانيا الى بين اليشمانيا الى زج Lyshman الى زج Blima성 باسم famous تريبانوزما بروسي وتنقلها الدبانه الكبيره اللى هي زجبانات تربانوزومة كروزي بدنقلها البقى الرومانسية اللي هي الوينجد باكس وان الانفكشن بيها كنتاميناتف انفكشن علشان الشورت ستمبي متسايكلك تربانوزومز موجود في الستول بتاعها وهي هذه الوحيدة في موديول 106 اللي كنتاميناتف انفكشن طيب موجودين فين اللي شمالية موجودة في الالد وورد وفي النيو وورد موجودة في الهند بتعمل حاجة اسمها بلاك فيفر اللي هي اسمها بالهندي كالا ازار تربانوزومة بروسي موجودة في افريقيا بس كروزي موجودة في امريكا الجنوبية بس طيب الكلينيكال بيتشر اتفقنا ان اول كلمة فيهم اول 3 كلمات شبه بعض الكلمة الاولانية مكان ما تدبانى اراصتني بتعمل في اللي شمال يومة بتعمل في البروسي بتعمل في الكروزي حاجة اسمها شاجوما او لو اراصته في عين وهتعمل رومانا ساين بعد كده الفيفر اتفقنا فيفا في اللي شماليا كان شكلها ايه فيفر وستوبل ديلي رايز الشكل المحدد التلاتة بعد كده بيجي لهم في الليشمانيا كان ايه المهم في الكلام ده المهم الزيادة ان بقى عندها ضايرية وديزنتري علشان كل اللينف نود اللي في جي اي تي بتتأثر وكان عندهم بان سايتوبينيا وهي دي اخطر مانيفستيشن عندهم في التربانوزومة بروسي كان عندي بالزات اهم اللينف نود هي الوينتر باطم زوين التربانوزومة كروزي ما كانش فيه حاجة مميزة في الستيج دي طيب زودنا بعد كده في الليشمانيا ان عندهم حاجات في السكن باتلفلاي ديستربيوشن على النوز وبوست كالا ازار ديرما الليشمانويد زودنا في التربانوزومة بروسي نهاية بتروح لسين نقس بدخل العيان في ديب كومة في التربانوزومة كروزي بتعمل كارديوميجالي او ميجا كولون وميجا اي صافيكس في الدياجنوزز في الليشمانيا كان فيه المونت نيجرو تيست اللي كان بيبقى نيجاتف في الاكتف ديزيز وبيبقى بوزتف بعد العلاج في في التربانوزومة بروسي اتفقنا ان هي فيها حاجة مميزة ان هي عندهم اهاي اي جي ام في التربانوزومة كروزي كان عندي انترادورمل تست اسم كروزين انترادورمل تست وكان فيه حاجة مسمعناش عنها قبل كده هي الزين ودايجنوزز مع تربانوزومة كروزي تعالى نجمع مع بعض اخدنا لحد الوقت كان بارازيتك كوزوف انيميا اخدنا كلهم بيعملوا انيميا تقريبا مع عدل وشريريا بانكرافتي بس كان عندك المالاريا والبابيزيا بيعملوا هيموليتك انيميا وعندك الليشمانيا والتربانوزومة بيعملوا هيبوبلاستيك انيميا هيبوبلاستيك بسبب ايه بسبب البول مارو ديبريشن وعندي بعد كده البرازيتك كوزوف هيباتوس بلينوميجا لحد الوقت برضو المالاريا والبابيزيا والبصرة اللي شمانيا والأفريكان والأمريكان تربانوز كده أخذنا أول ست دروس وشوروريا بنكرافتي بتنقلها الأدلت في ميل كيوليكس مالاريا وبابيزيا مالاريا الأدلت في ميل أنافلس والبابيزيا الهارد تيك اللي اتنين بيعوضوا في الأربسيز يعملوا هيموليتك أنيميا عندي ثلاثة بيعيشوا في ريتيك لوندوثيليا السيستم بصرة اللي شمانيا بتنقلها الساند فلاي أفريكان تربانوزومة بتنقلها تيتي فلاي أمريكان تربانوزومة بتنقلها الوينجد باكس آخر دارثة عندي ما بيتنقلش بريكتور بايت وهو التوكسو بلازمة اللي بتصيب الستات الحوامل مرض القطط اللي بيعمل تشوهات في الجنين ودي بتيجي عن طريق الأكل أعرف إيه عن التوكسو بلازمة ده فعنا التوكسو بلازمة جنداي ده مرض منتشر جدا جدا بس هو مش خطير ومش مهم إلا في نوعين من البشر الناس اللي ملعتها قليلة بيعمل disseminated infection فيهم ممكن يموتهم والستات الحوامل علشان لو عد للجنين ممكن يعمل severe infection ومشاكل خطيرة في الجنين طيب تفقنا أنه هو مرض القطط definitive host عندي هي القطة اللي بيحصل في بطنها الـ sexual stages الـ intermediate host المان وخمسمية أخرون كل الحواملات اللي في الدنيا ممكن تأكت as intermediate host للتوكسو بلازمة أهم حاجة في اللايف سايكل هي المودة of infection ومودة of infection كان أربع حاجات أول حاجة إن أنا ممكن أكل الـ sporulated oocyst اللي نزلة في الستول بتاع القطة عن طريق إن أنا مخسلش إيدي كويس أو يبقى contaminating food والدرينك بتاعي تاني حاجة إن أنا أكل لحمة مش مطبوخة كويس لحمة بتاعت مين بتاعت intermediate host ما كل الحيوانات intermediate host ما أنا بأكل الحيوانات يبقى أي لحمة بتاعت intermediate host فيها tisho cyst أو pseudocyst مش مطبوخة كويس ممكن عن طريق blood transfusion من الأم للجنين عن طريق contaminating skin abrasions مجروح مثلاً وبشتغل في المعمل وبقت contaminating الجرح بتاعي tachyzoides بتاعي tachyzoides بتاعي tachyzoides بقى عن طريق blood والcongenitor آخر حاجة عن طريق organ transplantation وأشهر أورجن بتعيش فيه tisho cyst بتاعي tachyzoides هو heart يبقى ده المودة of infection بتاعي tachyzoides طيب بتعمل إيه بقى clinica picture اتفقنا إن هي في العيانين العاديين lymphadenitis مثلاً لينفنوت كبيرة أو ما بتعملش أي حاجة في الغالي بقى asymptomatic خطورتها لو جات ليه البيبي بتضربه في مقتل إما البريم بتاعه تعمل hydrocephalus إنها تقفل CSF fluid إن هو يصرف فتعمل له hydrocephalus أو إن هي تعمل mentor retardation وخلاها المخ متنموش بشكل طبيعي يبقى عنده مايكروكفالي يبقى إما تصغر راسه يتكبرها أو تروح تضربه في عينيه تعمل له retinocroiditis ألصر كده في ال retina والكرويد فلعا يعيد ده يتولد عنده blindness فيجي بقى هنا السؤال الشهير علل وبما تفسر التوكسو بلازموزيس بنعتبرها parasايت انتهازي opportunistic parasايت هقول له يا باشا عشان خاطر إن الدزيز ده بيبقى asymptomatic في المجوريتي of cases لكن هو لو أصاب حد من الناس زي عينين الإيدز ممكن يعمل فيهم disseminated infection وممكن يموته طيب تشخيص التوكسو بلازموزيس فيش direct diagnosis سيرولوجي ده في تست بينزل كتير في ال MCQ اسمه fieldman diet test ده مش بيتعامل دلوقتي بيتعامل أكتر الإيلايزا طيب أنا بدور في السيرولوجي علي لو أنا بدور على acute infection يبقى هدور على ال IGM لأنه هو ده اللي بيطلع في ال acute infection أو هدور على IGG طيب أنا لو لقيت IGG ال IGG ده بيطلع مع ال acute infection أو بعد ال acute infection بسبوعين ثلاثة بعد جده يفضل موجود لفترة سنتين ثلاثة أربعة حتى بعد من العيان يخف يبقى أنا لو لقيت العيان ده عنده IGG هعمل إيه؟ هروح جايبه كمان اسبوعين ثلاثة وعمل له ال IGG تاني أسهوله لو لقيت التتر بتاع ال IGG بيعلى يبقى هو عنده active infection لكن لو لقيت التتر ما بيعلاش أو التتر سابت يبقى هو عنده chronic infection أو infection قديم يبقى في حالة الأكيوت infection هشخصها إزاي؟ هدور على ال IGM أو rising tetra بتاع ال IGG لو أنا لقيت التتر بتاع ال IGG سابت أو بيقل يبقى ده chronic infection طيب في ال baby في ال congenital infection ال IGG بيعدي البلاسنتا ال IGM ما بيعديش البلاسنتا طيب يبقى أنا لو لقيت في دم ال baby IGM يبقى هو ما خدهوش من أمه يبقى هو خد من أمه التوكسو بلازما وكون لنفسه IGM يبقى وجود ال IGM في دم ال baby علامة على إن ال baby ده بقى infected وابتدى يكون لنفسه IGM ضد ال infection أو ضد ال parazite هيجي هنا سؤال give reason يقول لك إن التوكسو بلازما infection بتحتاج إن أنا أعمل antinatal care وبostinatal care antinatal care اللي هي متابعة ما قبل الولادة postinatal يعني متابعة ما بعد الولادة هعمل لها antinatal A وبostinatal A أول حاجة هقول له antinatal أنا هدور في الأم على علامات ال active infection اللي هي إيه IGM أو rising catheteroph IGG لو لقيتها فده معناه إن أنا عندي high susceptibility إن ال baby ده يتعيدي لو لقيتهم مش معناه إنه هو تعادى 100% لا هو 30% ل40% بس إنه هو حيتعيدي مش لازم لو الأم تعادت إن ال baby يتعيدي فأنا هبتدي أعمل full up لل baby كل شوية أخذ عينة مثلا من أمينوتك في لوود ودور فيها على ال PCR بتاع التوكسو بلازما يعني أشوف ال baby ده تعادى ولا لأ ولو لقيته تعادى أبتدي أدي له infection أدي له علاج طيب بصد نيتا لي بقى كمان هبتدي أتابعه أشوف هو إتعادى ولا ما تعداش إتعادى ولا ما تعداش ممكن يجيله late manifestation مثلا ما احنا قلنا التوكسو بلازما ممكن ال baby يتولد طبيعي تماما بس لما يوصل لchildhood أو للأدوليسنز يبتدي يشتكي من علامات mental retardation أو blindness فأبتدي أتابعه وعشان لو جات له حاجة من بدري أبتدي إيه ألحقه السؤال اللي بعد كده give reason إن أنا لو لقيت ال anti-toxoblasma anti-body في دم الست الحامل ده مش معناه بالضرورة إن ال baby تعادى لكن لو لقيته في دم ال baby ده معناه إنه تعادى لسه أيليني الكلام ده هقول له آه علشان أنا لو لقيت ال-Igm في دم الأم آه ده معناه إن هي عندها active infection بس نسبة إن هي توصل لل baby من 30 إلى 40% لكن أنا لو لقيت ال-Igm في دم ال baby فده معناه إنه هو إيه إنه هو تعادى 100% لإن ال-Igm بيعديش البلاسنتا طالما فيه Igm في دم ال baby يبقى هو تعادى بال-toxoblasma وابتدى جهاز المناعة بتاعه يكون Igm ضد إيه ضد-toxoblasma اللي جات له دي طيب هيسألك بقى سؤال give reason القطة المجرم ليه كاتس هي play the most important role في transmission علشان هي بتشد Oocyst كتير Spirulated Oocyst in large numbers وال-Oocyst دي بتفضل viable وإنفكتف لمدة على الأقل سنة يبقى عشان كده القطة هي السبب الرئيسي للعدوى في ال-community بتاعته تاني سؤال give reason ليه الناس الفرنسويين بيجيلهم toxoblasma كتير علشان هما بيأكلوا وحش بيأكلوا أكل مش حلو والفود هابتس بتاعتهم بيأكلوا اللحمة نية يبقى عشان الفود هابتس إنه هما بيأكلوا اللحمة نية بيجيلهم إيه سؤال تاني إمتى الأم تنقل لبنها ال-infection اتفقنا أن الأم تنقل لبنها ال-infection congenitaly أو transplacentally إن مين اللي بيعدي في الدم التاكيزويت يبقى علشان الأم تنقل لبنها ال-infection لازم يبقى فيه في دمها تاكيزويت إمتى يبقى فيه في دمها توكيزويت في حالتين إما تعادت وهي حامل active infection وهي حامل دلوقتي إما كان عندها infection قديمة ولأي سبب ما وهي حامل حصلت لها حاجة قللت منعتها فحصل flaring up لل-infection وابتدت التاكيزويت تلف في دمها يبقى عشان تنقل لبنها لازم بقى فيه تاكيزويت إيه بتلف في دمها وده بيحصل في الحالتين دول بس تعالا بقى نجمع مع بعض كده شوية تجميعات أول حاجة مين من اللي قلناهم بيروح لل-brain هقول لك أنا من الأول خالص كان اللي اتنين اللي بيروحوا الأربسيز بلازموديام فلسيبارم بلازموديام فلسيبارم تلبرينشس سندرو بعد كده طبيعي كانت اللي بتعمل sleeping sickness اللي هي تربانزوما بروسي الأمريكان تربانزوما قال لك أن هي في الأكيوت إنفكشن ممكن تعمل من إنجايتس وتموت العيال واللي لسه أيلنها دلوقتي اللي بتروح على مخ البابي عدل اللي هي مين التوكسوبلازما هيبقى اللي 4 دول هما اللي بيروحوا على البريم طيب مين البرازايت اللي بتأفكت الاي هما اتنين التوكسوبلازما اللي لسه أيلنها ما هي تروح برين وآي ومين تاني اللي بتعمل رومانا صاين conjunctivitis تربانوزوما كروز طيب مين البرازايت اللي بتأفكت الماسلز أو الهارت برضو لسه أيلن هي التوكسوبلازما بتحب الماسلز مين تاني بتحب الماسلز بتعود فيها وتكسر فيها وتقعد بعد 15 سنة تروحها للهارت وتعمل لي ميجا كارديا هي برضو تريبانوزومة كروزي يبقى هما هما الاثنين دول تريبانوزومة كروزي والتوكسوبلازما بيأفكت الاي وهما الاثنين دول اللي بيأفكت المسلز والهارت طيب من البرازايت اللي بتأفكت الاسكن انت هتقول لي احنا فيه تلاتة قلنا ان انا اول كلمة بقولها فيهم انفلمشن في الاسكن يبقى هما التلاتة دول الليشمانية والتريبانوزومة بروسي والتريبانوزومة كروزي عندي الليشمانيومة وبوستكالة اذار درما الليشمانويد وبترفلاي ديستربيوشن في الليشمانية في التريبانوزومة بروسي عندي تشانكر وتريبانوزومة كروزي عندي شاجومة طب مين البرازايت اللي بتأفكت الليمفنود الموديول كله معادة مين مين اللي ما كلهاش دعوة بالليمفنود خالص كانت المالاريا واختها لكن الباقي عندك الوشيريريا عندك البروجيا مالايد دول أساسا قاعدين في اللينفنود عندك بتوع ريتيك الاندوسيليا السيستم دول طبعا بيروحوا اللينفنود فيسترال ليشمانيا تربانيزوما تربانيزوما كروزي وعندي آخر واحدة توكسو بلازما اللي هي مين اللي بتعمل برضو في الناس الاميونو كومبتنت طيب مين البرازايتاية اللي أنا ممكن أشوفها في اليورين في الكايلوريا وشريريا بنكروفتي طب مين البرازايت اللي بتعمل ديارية وديزنتري أول واحدة هتقولها لي طبعا هي الفيسرال ليشمانيا احنا فاكرين إن هي الأفكت اللينفنود بتاعت جي ايتي كله بتعمل ايه ضايرية وديزنتري مين تاني اختها بلازموديان فالسيبارة لو تفتكر في البرينيشا السندروم كانت بتروح على الجي ايتي وبتأفكت الجي ايتي وبتعمل حاجة اسمها ديزنتريك مالعي بل اتنين دول هما اللي بيعملوا ضايرية اند ديزنتري يبقى احنا دلوقتي جمعنا الموديول ده واتفقنا ان انا عندي الموديول ده عبارة عن سبع دروس اول ستة منهم كانوا بيتنقلوا بفكتور بايت الوحيدة فيهم اللدودة كانت اسمها وشيريريا بانكرافتي ودي كانت بتصيب الليمفاتيكس بتعمل دائل فيل واللي كانت بتنقلها هي الأضلت في ميل كيوليكس واتنين بيروحوا الاربيسيز يعملوا هيموليتك انيميا اول واحدة المهمة اللي هي المالاريا وكانت بتتنقل بالأضلت في ميل أنوفيليس موسكيتو التانية بتاعة الكاتل اللي هي البابيزيا تتنقل بالهارد تيك بتاع الكاتل وبعد كده عندي تلاتة بيروحوا ريتيك لو اندوثيليا بيعملوا انفلاميشن في السكن وبعد كده فيفر وبعد كده هيباتو سبينو ميجالي وجنرالايز الينفاتينوبا ثيوبون مارو ديبريشن اول واحدة فيهم كانت الحمى السوداء بتاعة الفيسراليشمانيازيز اللي بتنقلها الفيميل ساند فلاي تاني واحدة كان السليبنج سيكنيس مرض النوم بتاع الافريكان تيربانوزومز اللي بتنقله الدبانة الكبيرة تسي تسي فلاي الجلوساينا تالت واحد كان الامريكان تيربانوزومة اللي بتنقله الوينجد باجز اللي موجود في امريكا الجنوبية واخر واحد اللي كان بيتنقل عن طريق الانجسشن ومالوش دعوة خالص بالفكتور بايت وهي التوكسو بلازمة بتاعة الستات الحوامل اللي بتصيب الجنين وبتعمل تشوهات خطيرة في الجنين يبقى ده الموديول بتاعك بتاعي 106 فاضلي F106 فاضلي الاميونيتي اميونيتي دي كانوا هم اربع عنوين بالعدد اللي بيتسيقلوا اول عنوان فيهم الفكسين بيتسيقل ايه الفكسين سؤال give reason البرازايت فكسين are difficult to prepare ليه انا ما بعرفش اعمل فكسين للبرازايت كل اكتب البرازايت قوليش مفهوش فكسين قالك اول حاجة عشان يدودها مع قده الدودة كبيرة complex life cycle وcomplex morphology بتاعها يعني عندها انتجنز كتير فانا مش بعرف اناقي ايه الانتجنين لانا هختاره ومش بعرف اناقي ايه الستيج اللي هختاره complex life cycle وcomplex metabolism بتاع الدودة والcomplex structure بتاع الدودة طيب تاني حاجة ان انا ممكن الفكسين ده يعمل اميونو باثولوجي ليه او ممكن البرازايت يديفلوب اميون ايفيجن ضد الفكسين ده يبقى اميونو باثولوجي اميون ايفيجن اخر حاجة قالك ان البرازايت عندي لها different strains ممكن السترين اللي موجود في الحتة الفلانية يبقى افكتد بالفكسين واللي موجود مثلا في القاهرة يبقى افكتد ولموجود في الجيزة ميبقاش افكتد يبقى هنا دودة غير الدودة يبقى الفكسين محتاجة ان انا اعمل ايه كذا فكسين علشان يأفكت ايه various strains اللي موجود يبقى ده اول سؤال ليه البرازايت فكسين are difficult to prepare طيب بعد كده عندي الاميونو باثولوجي فيه سؤال give reason بيقولك انه ممكن يحصل renal damage leparasitic infections اللي مش بتنفولفه اصلا leurinary tract لسه قيلناها مش شوية مع المالاريا كان عندي بلازموديا مالاري دي اصلا قاعدة في leurinary tract مش قاعدة في leurinary tract ولا قاعدة في الكدني ولا قاعدة في اي حت بس كانت بتعمل immune complex deposition immune complex deposition في glomerular basement membranes تعمل renal damage بتبتدي توقع البروتينز وتعمل بروتينوريا اللي هي بنسميها nephrotic syndrome في حيث ان البلازموديا مالاري نفسها ما هيش قاعدة فين في الكدني طيب الاميونو باثولوجي ممكن يجيلي ازاي اميونو باثولوجي ده انه هو عبارة عن الباثولوجي اللي بتحصل بسبب البرازايت نفسه او بسبب الاميون رسبونس مش بسبب البرازايت يعني انا جسمي اللي بيئزيني ده عبارة عن الhyper sensitivity reactions اللي انت اخدتهم في المايكرو اللي هما طيب 1 و 2 و 3 و 4 ممكن يجيلي ازاي يجيلي matching او MCQ فالexamples بتاعتي هحفظها علشان خاطر المatching اول واحد اللي هو type 1 type 1 hyper sensitivity reaction فاكرين من المايكرو انه هو عبارة عن IGE mediated مين بتاعت ال IGE والإزينوفيلز والسكة دي الهلمنثس يبقى كل الexamples اللي عندي هتبقى عبارة عن هلمنثس ممكن يعمل ايه type 1 hyper sensitivity reaction اول حاجة ممكن يعمل anafylaxis ممكن يؤدي الى الوفاة anafylaxis حاجة خطيرة بيحصل في حالات كتيرة في الهلمنثس او برونكيا الازمة او يعمل درماتايتس الدرماتايتس ده قالك نوعين يبقى حاجة تبقى بارازايت زي الشيستوزومة او البلهاريسيا البلهاريسيا بتاعدي الباني قدم ازاي بتاعدي الباني قدم لما بينزل يقوم في الترعة السيركاريا البنبل اللي على الجنب دي بتخش جوا جلده بتخرم جلده وتخش يبقى اما حاجات بتأفكت أصلاً الجلد بتعمل درماتايتس يبقى بارازايت مالوش دعوة خرص بالجلد ده زي الاسكاريس ما بتخشش من عن طريق الجلد ولا حاجة دي قاعدة في الانتستن بس ممكن تعمل درماتايتس كايمينولوجيكا رسبونس مش بسبب ان هي دخلت عن طريق الجلد وفي حاجة اسمها ازينوفيلك نيمونيا بتحصل مع الاسكاريس والانكيلستوما لان الاسكاريس والانكيلستوما هم دوتين بيعيشوا في الانتستن صحيح ولكن اللارفات بتاعتهم قبل ما تروح الانتستن بتعدي على اللونج فبتعمل حاجة اسمها إزنوفيلك نيمونيا التلات حاجات دول أو الاربع حاجات دول كل دي حاجات IgE وإزنوفيلك نيمونيا ده Type 1 Hypersensitivity Reaction الType 2 Hypersensitivity Reaction ده كان عبارة عن أننا بعمل Auto Antibodies ضد خلايا جسمي كان بيحصل في حالتين في المالاريا ضد الاربسيس الـ Auto Antibodies ضد الاربسيس وبيحصل في الشاجة ديزيس كنت كمان من ضمن الباثوجينيس إننا بعمل Auto Antibodies ضد الـ Nervous Cells وضد الـ Smooth Muscle Cells الـ Type 3 اللي لسه قيلينه اللي هو عبارة عن Immune Complex Deposition ده بيحصل في حالة البلازموديا مالاري بيعمل لي Nefrotic Syndrome الـ Type 4 اللي هو Delayed Type Hypersensitivity Reaction ده عبارة عن جرانيلومة لمة خلايا بتتلمى حوالين حاجة أشهر مثال عندي هو الشيستوزومة X الشيستوزومة X اللي بتبقى Trapped في الول بتاع Large Intestine Trapped في الول بتاع Luriner Plutter أو في الليفر بتبتدي تكون حواليها إيه؟ لمة خلايا كده وجرانيلومة وهي ده سبب المين Pathology في الشيستوزومة أو في البلهاريس ده لو Delayed Type Hypersensitivity Reaction يبقى Type 1 IgE Mediated مين لي مع الهلمانثز Type 2 Auto Antibodies مع المالاريا أو الشجز Type 3 بتاع Plasmodium Malarine Frotic Syndrome Type 4 بتاع البلهاريسيا آخر حاجة في الـ Immune Pathology قالك إن يحصل Immune Suppression مين أشهر إجزامبل في الـ Parasiteology Immune Suppression هي Lichmanese العنوان اللي بعد كده هو Immune Evasion اللي هو إزاي الـ Parasite بيستخبى من جهاز المناعة الـ Parasite بيستخبى من جهاز المناعة بتلات حاجات برضو الإجزامبلز دي ممكن تجيلي Matching أو تجيلي MSQ ياما أن أنا استخبى استخبى بتلات حاجات Sequestration أشوف لي خلايا يقعد جواها Lyumen أشوف لي Lyumen قعد جواه أو أبتدى يتماشى هاستخبى جوا خلايا زي مين زي البلازموديوم المالاريا بتعط جواه الـ Arbc زي التوكسوبلازما بتخش جواه سيلة وتعط جواها Milly Intracellular أو أن أنا كون حوالي سيستول زي التوكسوبلازما تيشوسيست بتعمل تيشوسيست تحوالين التاكيزويت بتاعتها وتحوالهم لبراديزويت وتفضل عايشة يبقى أول حاجة أن أنا سيستوريشن Lyuminal Habitat واحدة زي الأسكارس الأسكارس دي بتاع بالإيدي بتخش تقعد جواه Small Intestine ومش بتمسك في الول بتاع Small Intestine ده تعبان كبير كده طوله بتاع 25 سنتي وقعدة بتلف جواه معدة العين جواه الأمعان فدي بتبقى قعدة جواه Lyuminal مستخبية من جهاز الملعام فيش حد أحاسس بيه Movement Hilmentsis بتحب تعمل الحركة دي فيه Hilmentsis أو فيه لارفات معينة من Hilmentsis بتتتمشى في الجلد فكل مجهاز المناعة يبتدي يقرب منها هي إيه تغير مكانها يبقى Continue Small Moment الحاجة التانية إن أنا أغير جلدي يعني إيه أغير جلدي يعني Antigen Modification أغير الجاكتة اللي أنا لابسها ده ليه أنواع يقل ما أغير الجاكتة عن طريق إن أنا أغير الجين اللي جوايا دي حاجة اسمها Antigen Variation بتحصل مع African Trypenozoma والمالاريا فاكرين African Trypenozoma لما كانت بتغير الجاكتة اللي هي لابساها كان إيه اللي بتغير كان اللي بتغير الإكسبريشن بتاع الجين كانت بتوقف جين مثلا اللي بيطلع جاكتة حمرة وتشغل جين بيطلع جاكتة خضرة فده بينسميه Antigen Variation Antigen Disguised بتحصل في الشيستوزومة الشيستوزومة تبقى قعدة في أمان تلاقي كده في البلود فتقولك طب ما أنا خبي نفسي أنا هلبس جاكتة مصنوعة من الموليكيولز بتاعت الهوست نفسه تلاقي شوية شوية Blood Group Antigen زي ماشيين في الدم كده تروح واخدهم وحواطة نفسها بيهم فالأنتي بادي تعدي عليها تشوف إيه إيه ده Blood Group Antigen دي تبعنا فما تروحش تأذيها خلاص ده Antigen Disguised أو الخداعة Antigen Mimicry إن يكون فيه أصلاً هي الشيستوزومة عندها أنتجين شبه الأنتجين بتاعت الهوست فبردو الأنتي بادي لما يعدي عليها يفتكرها تبعنا فيسيب Antigen Shedding ده اللي بتعمله الشيستوزومة منسوناي وبلازموديان فالسيبرام بتعمل إيه بقى إيه ما بتغيرش الجين ولا حاجة بس بتغير الجاكتة من غير ما تغير الجين زي ما أنت بتغير جلدك كده مش أنت جلدك كل شوية بتغير ما تقع منه طبقات هي بتوقع كل شوية جواكت منها كده Antigen Shedding بتروح رميهم 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 بحيث أن يحصل إيه بحيث أن الانتي بادي يتخنق مع جاوكت دي بعيد عنها بعيد عنها فما يقرب لهاش ده الانتج انشدك عارفين في الأفلام كده لما يجي واحد يتخنق مع واحد يروح إليع الجاكتة وسيبها له هيا بالضبط كده أو إن أنا عامل حاجة اسمها Blocking Antibodies وتشستوزومة بتعمالها إيه الblocking antibody ده تفقنا أن الهلمنثز أما الامينو جلوبلين M ما بيعملش كده ما بيعملش ADCC اللي هو Antibody Dependent Sele-Mated Cyto-Toxicity ما بيروحش يلم الخلايا المهمة ويجيبها عند الشستوزومة يخليها تنووتها فالشستوزومة بتعمل حركة خبيثة بتروح مطلعة أنتجنز معينة تخلي جهاز المناعة يطلع AGM فييجي الـ AGM يمسك في الأنتجنز دي طب وبعد ما يمسك في الأنتجنز ولا لهو عادي ما يمسك ما بيناديش حد فدي بلوكينج Antibodies إن أنا أطلع Antibody مالهاش أهمية علشان تاخد مكان الأنتي بادي اللي ليها أهم آخر حاجة في الـ Immune Evasion بتتبعها الـ Parasite إنها تحارب جهاز المناعة وتكسر فيه يمسك في الـ Factor's معينة يمسك في الـ Immune Suppression Generally طيب الـ Specifically عندك واحدة زي تربانونزومة كروزي بتروح واخد الـ Antibody وقطعها حتت التربانونزومة كروزي برضو الليشمانية بتروح مقطعها لـ Complement Factor's يبقى إما يكسروا الـ Antibody إما يكسروا الـ Complement أو الحاجات اللي بتعيش جوها الماكروفيجز زي الليشمانية زي التوكسو بلازما بتعمل إنهيبشن للماكروفيجز تخليها ضعيفة بحيث إن هي تفضل عايشة جواها من غير ما الماكروفيج تقدر تموتها يبقى الحاجات دي ممكن تجيلك AMCQ أو Matching طيب ممكن يجيلي أسئلة Give Reason آه في كذا حاجة فيه ممكن تيجي Give Reason قال لك Antigen Variation في الأفريكان تربانيزومة الحتة دي بيحبوها في Give Reason هقول له عشان الأفريكان تربانيزومة عندها جين الجين ده أو عندها مجموعة من الجينات كل جين فيهم ممكن يطلع Variant Surface Glycoprotein شكل وعندها من الجينات دي ألف نسخة وكل نسخة ممكن تطلع Variant Surface Glycoprotein شكل فكل شوية تعمل Switching كل شوية تعمل توقف الجين اللي بيطلع شاكتة خضرة وتشغل الجين اللي بيطلع شاكتة حمرة وهكذا تفتل تغير في الجواكت فالتربانيزومة الجديدة اللي طلع بشاكتة خضرة الانتي باضي لأحمر مش هيقدر يؤثر عليه فبالتالي إن هي تقدر إيه تهرب من جهاز الملع طيب بييجي سؤال ساعة compare ما بين الحاجات هتقول له مين اللي بيعملها وباختصار كده هي عبارة عن إيه Antigen Disguise هتلسة أ Children عبارة عن إيه عبارة عن إن أنا أغطي نفسي في الانتوجنز بتاعة الهوست فلما أغطي نفسي بالانتشن بتاعت الهوست الانتي باضي ما يعرفنيش انتشن مي مكري إن أنا يبقى عندي أصلا انتشن شبه بتاعة الهوست فالانتي باضي برضو ما يعرفنيش انتشن شيدنج قرمي الجاكتة بتاعتي اغير جلدي اغير جلدي وارميه بكميات كبيرة فيروح بقى إيه اتخانق مع الانتيباتي فالانتيباتي تتخانق بعيد عني وتسدني في حال. البلوكينج انتيباتي استعت عبارة عن اه عبارة عن ان انا بقلي جهاز المناعة الحفز جهاز المناعة ان هو ينتج انتيباتي ذات اهمية قليلة بحس ذات اهمية قليلة دي بحس الانتيباتي ذات ال следующ altenيباتي قليلة دى تيجي تمسك في prendography فتقفله الفرصة على الانتيباتي المهمة اللي هي بتبقى involved في ال yellow cell اللي هتروح تدور على الازنفل وتجيبها لحد عندي ان هي تمسك فيه يبقى ماس كفية الانتي باضي لما لهاش ايه اهمية اخر عنوان عندك اللي قبل الاول لسه عندنا فيه سؤال تاني اللي هو الشيستوزومة انت شفت اسمها تكرر معك كتير طبت على نلمها على بعض عشان لو جالي سؤال اعرف ايه ألمهم قالك ان هي بتعمل انتجين موديفيكيشن بكزا طريقة ان هي بتعمل انتجين ديسكايز تحوط نفسها بالبلوت جروب انتجين بتعمل انتجين ميميكري في انتجين عندها شبه الانتجين بتاعت الهوست بتعمل انتجين شيدنج بترمي جواجد بعيد ودي الشيستوزومة من سوناي سبيسيفيكري طيب بتعمل ايه تاني بتفرز بلوكينج انتي باضي يبقى اللي 4 حاجات دول بتعملهم مش شيستوزومة علشان تيفيد الاميون سيست ممكن يبقى العينين بس ما عندهمش ازينوفيلي مش احنا اتفقنا ان الازينوفيل دي هي السلة الرئيسية في مهاجمة الهلمنس وان اي حد عنده هلمنتك انفكشن لازم يبقى عنده ازينوفيليا طيب بما تفسر بقى ان بعض العينين اللي عندهم هلمنتس وعندهم كمية كبيرة كمان من الهلمنتس بقاش عندهم ازينوفيليا قلنا من شوية ان فيه ديدان زي الدودة الدبوسية او زي الاسكارس بس الاسكارس مش قوي لانها بتلفة على اللانج الاول لكن فيه ديدان زي الدودة الدبوسية الدودة الدبوسية دي بتعيش في اللارج انتستن وبتسيبهاش وقعدة في اللارج انتستن الدجريق في إزينوفيلي دايما بتعتمد على الدجريق في إhorseانوهان كل ما الدودة تعمل أو تبقى أعدى في Lever أو تبقى أعدى في الدم أو حتى أعدى في الإنتستن بس ماسكة في الوول لا جهاز المناع بدأ يحش بيها ويبقى العين عنده إزينوفيلي لكن لو الدودة دي أعدى في اليومن وما تحركتش من اليومن جهاز المناعة مش هيحس بيها يبقى العين مش هيجي له إزينوفيلي آخر عنوان عندك أول سؤال فيه بما تفسر إن أنا أستخدم الإيمين ودياجنوزز أصلا مش إحنا اتفقنا إن الجولد ستاندرد في البرازايتولوجي إن أنا أشوف البرازايت بعيني طيب إيه اللي يخليني ألجأ لحاجة تانية خليني ما أشوفش البرازايت بعيني حاجة بقى من دول أول حاجة إن الدياجنوستيك ستيج إليلة مش فاكرين مايكرو فيلاريا في الوشيريري بنكروفتي تفقنا إنها ممكن تبقى إليلة ممكن تبقى ما تتشافش بتطلع من عشر إلى اثنين بالليلة طيب أنا عندي مشكلة ما مخلية إن أنا أشوف الدياجنوستيك ستيج مشكلة بالنسبة لي طيب البرازايت نفسه عمالي يتمشى فأنا مش عارفة هو فين مش عارفة لقيه في بعض الهلمنتز بتتمشى بتغير مكانها فأنا كل ما هروح أدور عليها مش هلقيها أو زي التوكسوبلازما مثلا التوكسوبلازما ممكن تبقى عادة في أي خلية ما بتعيش في أي خلية من خلية الجسم مش عارف أدور عليها في المكان ما أو لو واحد عنده توكسوبلازما في مخه ما أنا مش هفتح مخه علشان أجيب التوكسوبلازما من جوه دي هازرد السامبل حاجة خطيرة ممكن تأذي العياني بل أحسن لأن أنا ألجأ إلى الإن دايلك دا جنوزيس أو الإيميونو دا جنوزيس طيب في حاجة اسمها ترو بتحصل مين اللي كانت مع الدودة الكابدية من الدودة الكابدية دي دودة بتصيب الكبد بتاع البني آدم وبتصيب الكبد بتاع البقرة والخروف فأنا لو كلت كبدة بتاعة البقرة والخروف مصابة بالدودة الكابدية الأضلت دا مش هيخلينا تعيدي بس هيخلي الإجز بتاعتها تنزل في الستول فلما يجي أفحص عينة العيان دا هلاقي عنده الإجز دي وممكن أشخصه غلط إنه هو عنده فاشيولة سبوريس يعني كاذب وما إنه هو ما عندهش فاشيولة هو بس واكل كبدة كان فيها فاشيول لكن هو عشان يتعيدي كان لازم يأكل خضار يبقى أنا هفرق ما بين لأن العيان اللي لقيت في الستول بتاعه دا إجه في فاشيولة هعمل إيه هروح واخد عينة من الدم واشوف فيها أنتي بادي ضد الفاشيولة والله لقيته بقى العين دا كانت روء انفكشن وعنده فاشيولة ما لقيتهوش بقى العين دا مجرد إنه هو واكل كبدة كان فيها أضلت فاشيولة ممكن أستخدمه في الفلو أب ممكن أستخدمه في الرسائل أو أستخدمه في إن أنا أعمل سيرفي مثلا في منطقة فيها عدد كبير من العينين هيبقى صعب علي إن أنا أفحص عينات كتيرة في هبتدي أخد عينات دم سيرولوجي بشكل ديم سيرولوجي أعلى الأنتيجن بتاع الدودة أو الانتي بادي هي ضد الدودة أو سكين تست زي الإنتر درمل تست زي المونتنيجرو تست عنيه من شوية الأنتيجين الأفضل من الأنتيجن بتاع الأنتي بادي بما تفسر قال لك ان الانتيجن ديتيكشن ده او الانتيبادي ديتيكشن لو العيان اميونو ساببريست مش هيبقى كويس ما هو لو العيان اميونو ساببريست مش بيطلع عنتيبادي كويس يبانا هدوع على انتيجن احسن تاني حاجة ان انا لو لقيت الانتيجن ده معنى ان العيان عنده اكتف انفكشن يبقى انا استفدت ان انا دلوقتي شخصت ان هو عنده اكتف انفكشن لكن انا لو لقيت اي جي جي مثلا في دم العيان ده معنى هو ممكن يكون كان عنده اصابة قديمة وخلاص دلوقتي ما عندهش امفكشن ولا حاجة اخر حاجة الانتي بادي ممكن يشو كروس ري اكتيفتي يعني يطلع لي فولس بوزيتيف ريزلت طيب مين احسن يبقى الانتيجن احسن من الانتي بادي مين احسن بقى السيرولوجي ولا الاسكين تيست قالك السيرولوجي طبعا احسن بمراحل السيرولوج ده انا بعمله برة جسم العيان الاسكين تيست بيتعمل تحت جلد العيان يبقى مين اقمن الاقمن طبعا السيرولوجي اللي بتعمل برة الجسم خالص الاسكين تيست ده ممكن يعملي هايبر سنستيفتي ري اكشنز خطيرة توصل العين لانافلاكسس وشوك زي في حالات التوكسوكارا قالك برضو ان الانتيجن زائد ان انا ممكن افرق بيهم الالد انفكشن من الريسينت انفكشن ازاي يفرق الريسينت من الالد ان انا لو لقيت الانتيجن ده معنى لو لقيت اي جي ام معنى ريسينت انفكشن لو لقيت رايزنج تيتري من الاي جي جي معنى ريسينت انفكشن اما الاسكين تيست في وجوده معنى ان العين ده تعرض الانفكشن في حياته قديم بقى جديد ما نعرفش تانكيو